موسيقى عملية استخباراتية لقوات خفر السواحل ضبطت تهريب أسلحة عن طريق إيران لميليشيات الخوثي بعد عمليات تكللت باعتراض قوات خفر السواحل لقطاع البحر الأحمر لقارب في عرض البحر وإلقاء القبض على أفراد خلية خوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني قوات خفر السواحل حققت خلال الأشهر الماضية نجاحا كبيرا في التصدي لعمليات التهريب حيث تم ضبط عدة شحنات من المواد المهربة التي تستخدم في صناعة المتفجرات كانت في طريقها للميليشيات الخوثية وفق اعترافات لطواقم المركبات البحرية المضبوطة هذه العملية وغيرها من العمليات التي تم ضبطها تكشف زيف والدعاء الميليشيات الخوثية بتصنيع الأسلحة خلال السنوات الماضية حيث شن الخوثيون بضع هجمات عسكرية جوية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وحرارية على بعض الأهداف العسكرية فما هي الخبرات الصناعية التي قد يمتلكها الخوثيون خاصة وأنه لا يمكن لهذه الجماعة مطلقا وبكل المعايير العسكرية والفنية والمادية والتقنية أن تصنع أسلحة مستطورة فهذا لا تستطيعه دول فما بالك بجماعات بدائية متخلفة لا تجيد إلا صناعة الموت فقط أهلا بكم الاستخبارات تكشف عمليات التهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن حاطس جريفث لم تخرج عن سقف القلق وعدم الشفافية ورجال الخبائل يحرزون تقدما جديدا في جبهة المرازيق في الجوف هل حان الوقت لزحزحة ملف القديدة ونقله من أوراق السياسة إلى مربعات تحرير الأرض بالخيارات العسكرية لتأمين سواحل اليمن والتفرغ بعدها لحل القضية اليمنية سياسيا بعد تجفي في منابع الميليشيات وطرق دعمها بالسلاح سؤال يطرحه بقوة بعدما تم الكشف أكثر من مرة عن استغلال ميليشيات الخوثي لسواحل اليمن الغربية لتهريب الأسلحة النوعية والإيرانية وكذا المواد المتفجرة والعدة العسكرية التي تطيل من أمد الصراع في اليمن إنجاز جديد لشعبة الاستخبارات في الساحر الغربي هذه المرة في البحر بتمكنها من القبض على أربعة من عناصر خلية حوثية متخصصة في داريب السلاح الإيراني إلى الميليشيات وأوضح الإعلام العسكري الذي لم يظهر إلى الآن بلقاءات متلفزة لعناصر الخلية المقبوض عليها أن عملية تتبع وضبط الخلية الحوثية بدأت بعد حصول شعبة الاستخبارات على معلومات تتعلق بنشاط أفراد هذه الخلية في سواحل اليمن الغربية على مثل مراكب صنبور الصور تظهر أن الخلية مؤلفة من عدة بحارين تم استئجارهم وتدريبهم وأدلجتهم بما يتناسب مع المهام الملقات على عواتقهم وتفيد المعلومات أن قوات خفر السواحل اعترضت قوارب أفراد الخلية في عرض البحر قبالة منطقة ذوباب في مضيق باب المندب وبحوزتهم هواتف تعمل على الأطمار الإصطناعية وأجهزة متخصصة في تحديد المواقع استخباريون رأوا أن تأخير الإعلام العسكري في الكشف عن القوض على الخلية منذ مايو الماضي يعود إلى خطوات استخبارية كشفت مساحة واسعة من المعلومات بالإحداثيات لطرق التهريب في البحر وتفيد المصادر الأولية التي كشفها الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي أن عمليات تهريب الخلية المقبوض عليها يمر بثلاث مراحل انطلاقا من سواحل الحديدة في البحر الأحمر ومرورا ببحر العرب ووصولا إلى ميناء بندر عباس المطل على مضيق هرمز جنوبية إيران الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي يقول بأن هناك بنك معلومات عسكري واستخباري سيتم خروج المعلومات منه في الأيام المقبلة القادمة بحسب الاحتياج ويرى مراقبون أن هذا الملف يجب رفعه للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدانة ميليشيات الحوثي بجرم الإرهاب الدولي ميدانيا وبعد هذه الخطوات الاستخبارية وبالدليل القاطع يجب النظر محليا وإقليميا إلى اتفاق السوكهولم الذي يترك مجالا للميليشيات للعبث بسواحل اليمن واستغلال الفرج لتعزيز الميليشيات بالأسلحة النوعية والمتطورة والتي تغوض من كافة العمليات السياسية الأمر الذي يتطلب تحركا جادا ومسؤول لحال حالة ملف الحديدة من كونه السياسي ونقله إلى الخيارات العسكرية وأمام كل هذه الجهود تتضاءل فرص ميليشيات الحوثي يوما بعد آخر في استمرار السيطرة على سواحل البحر الأحمر وجعلها منفدا لتهريب السلاح الأمر الذي ينعكس بدوره على القوة العسكرية والعتاد المتطور للميليشيات الحوثية على الأرض وقد تسبب على مدى عامين في إخماد طمع الميليشيات لاستعادة ما خسرته من مناطق واسعة في سواحل البحر الأحمر من باب المندب جنوبا إلى كورنيشي مدينة الحديدة شمالا قدم المبعوث الأممي مارسين جريفث إحاطة جديدة لمجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع في اليمن لم تأتي بأي جديد سوى القلق المعتاد وخصوصا على مارب خشية سقوطها حتى لم يكلف نفسه بتوجيه أصابع الاتهام لميليشيات الحوثي التي تصعد وتحاول الانقضاض على مارب من كل الاتجاهات ضاربة بكل الاتفاقيات والتحذيرات عرض الحائط لم يحض المبعوث الأممي مارسين جريفث في إحاطة المجلس الأمن الدولي علمان بل أحاض بالشعب اليمني ألمان وإحباض حيث لم يقدم جديدا في إحاضة التي كشفت عن إحباضه هو واعتراف الضمن بفشل الذريع دون تقدم خطوة واحدة لمعالجة الأزمة في اليمن أو توضيح أسباب ذلك الإحباض مع إبقائه الأمل بالحل في النفوس المتزامن مع تصعد العنف ومعاناة اليمنين التي تفرض على مجلس الأمن مواجهة أسباب الفشل والعرقلة والأطراف المتسببة في أسوأ كارثة إنسانية شدوى العالم والتي تحولت إلى مجرد إحاطة تؤكد موت الضمير الإنسانية فالوضع في اليمن بحسب غريفث ما يزال أمام مفترق طرق حرج فإما أن تسكت البنادق وتستأنف العملية السياسية وإما أن ينزلق ويخرج عن طريق السلام خصوصا مع تزايد وثيرة القتال والحاجات الإنسانية لمواجهة الجائحة كورونا التي تضرب البلاد وادق غريف الجرس الإنذار قائلا إن سقطت مال فذلك سيقوض آمال إنجاز عملية سياسية شاملة للدخول في مرحلة انتقالية تقوم على الشراكة والتعددية ولم يوجه غريفة أصابع الاتهام لميليشيات الحوثية التي تصعد وتحاول انقضاض على المدينة من كل الاتجاهات مبديا فقط الخضر المحدق بمئات الآلاف من النازحين والمحتاجين باعتبار أنها باتت الملاذ الآمن لهم أما الوضع في الحديدة فلم يقدم غريفة أي تفاصيل سوى أن البعثة الأممية بقيادة قوها ما تزال تواجه عوائق تمنعها من أداء العمليات المناضة بها دون الإفساح كعادتي عن الطرف المعرقل وأبدى غريفة تعاطفة مجددا مع ميليشيات الحوثية التي تولوله بنفاد الوقود في مناطق سيطرتها رغم معرفة الكاملة بأن تتلاعب بهذا الملف ولديها من المخزون ما يكفي لأدة أشهر ولم يدين إغلاقها لمطار سنعاء الدولي أمام رحلة الأمم المتحدة والتي ستمنع من دخول مساعدات الإنسانية المحتاجين أما ملف خزان صافر النفط العائم في الحديدة فقد قال غريفة لا بد من ضمان وصول بعثات الأمم المتحدة الفنية في أقرب وقت ممكن لإجراء التقييم والقيام بتصليحات أولية دون أن يكلف نفسه بتوجيء صعب على اتهام الميليشيات الحوثية التي تعرقل وتعطل وصول الفريق منذ سنوات ورمى غريفة في ختام حاضة الكرة في مرمى طرفي الصراع لانتشار اليمن من هذا النزاع بعد تسليمهما المسودة المعدلة لما سمى بالإعلان المشترك مطالبا إياهما بالاتفاق على الصيغة النهائية وتقديم تنازلات الضرورية لإحياء العملية السياسية والسمح بحل سياسي يوقض الشعب اليمني من المجاعة وبحسب مراقبنا فإن هذه الإحاضة وغيرها لن تقدم أو تؤخر كونها باتت روتينية شهريا يوقيها المبعوث الأممية تزيد من رصيده المالي في مقابل زيادة تدهل وضع في اليمن من سيء إلى أسوأ تزداد حدة المواجهات في الجوف وباتت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل على مشارف مدينة الخز واستعادت مواقع هامة من قبضة الميليشيات التي تتكبد كل يوم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منذ أيام وتصعيد العسكري يزداد أكثر حدة على ميليشيات الحوثي في جبهة الجوفة من شرقها حتى غربها كنا قد تنقلنا في المواقع التي أسقطتها القوات الحكومية ورجال القبائل من أيدي الميليشيات في جبهة المرازيق لنشهد أيضا معارك مستعرة تدور على الرمال والجبال بالقرب من بير المرازيق ولم تنتهي مهمة رجال القبائل مسنودين بالقوات الحكومية بإسقاط سلسلة جبال الدحيضة ومواقع مجاورة كانت أجزاء منها حررات من الميليشيات في وقت سابق اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن الحزبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو قدنا اشتركوا في القناة سلطة التربية اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقناة بقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دمتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة